السؤال هنا أنه يبدو غريب أنه بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة مرور الزكرى العشرة لاستعادة أو ضمش بجزيرة القرن في نفس الوقت تكسيف زي ما قال دكتور عمر الهجمات الروسية على أوكرانيا وجود انشقاقات وخلافات داخلية احنا بنشوف حتى أريستوفتش المستشار السابق لزلينسكي يعني كان بيتحدث كان في لفتة مكتوب عليها فالهالة اللي هي في الميثولوجيا النوردية بتعني الهلاك للشهداء اللي يقتلوا لأجل فقط نيل الشهادة وبيشير فيها إلى مستقبل أوكرانيا وتحدث أن أوكرانيا تعرضت إلى خديعة كبرى حديث الرئيس السابق ترامب والمرشح الحالي بأنه لن يمنح أوكرانيا أي أموال ولو منحها ستكون في شكل قروض الحديث الفرنسي عن إرسال جنود والحديث عن إرسال جنود يعني أن هناك أزمة على الجبهة ورد عليه المستشار شولتس بأنه بيرفض تماما إرسال أي جنود إلى أوكرانيا فرد عليه طيب إذن ارسلوا أنتم الأسلحة إلى أوكرانيا يعني يبدو المشهد كله في غير صالح أوكرانيا وكان في حاجة إلى حسب هذه النظرية أنه كان في حاجة إلى حدث هذا الحدث أولا بيضرب الوئام الداخلي أو ما تسعى السلطة الروسية إلى إبرازه دائما أنه فيه قام داخلي ما بين المسلمين وما بين البقية المجتمع الروسي في نفس الوقت يقلق حالة من حالات التباعد ما بين روسيا وبلدان أسيا الوسطى وتنمية بقى المشاعر الفاشية في الداخل حوالين العمال المهاجرة وخلافه في ظل وجود عدة مشاريع بتستهدف انتزاع أسيا الوسطى من النفوذ الروسي التقليدي سواء باتجاه الصين سواء باتجاه أوروبا أو الولايات المتحدة فالمشهد كله مع تزامن الحادث مع وجود حرب غزة فلم يسعد تنظيم على الأقل برغم العداء مع روسيا لكن يبدو الموقف الروسي على أقل تقدير في الوقت الحالي وفي ظل الحرب الإبادة على غزة هو أفضل بكثير جدا من الموقف الغربية ففي كل هذا السياق التنظيم بيقوم بهذه العملية وبهذا الشكل وبهذه السلاسة اللي بتبدو يعني بسيطة جدا فألا يشير كل هذا أو كل هذه العوامل لأنه ممكن داعش نعم هي من قامت بالعملية ولكن ما نحن السلاح لهؤلاء كيف دخلوا بهذا السلاح كيف خربوا بهذه السهولة كيف وصلوا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا من خطط من اختار مصرح العمليات معرفة الصغرات بتعلومها يعني هذه الأمور تبدو أنها أكبر بكثير من قدرات التنظيم وخلفها قوة دولة تنظيم دولة ما